موسيقى تعد مشكلة العقم من المشاكل الشائعة فعالية التي يعاني منها الزوجان أو طرف منهما في فقارتنا الطبية اليوم أصدقائنا سنتعرف على أسباب العقم لدى الرجال والنساء وطرق العلاج مع ضيفنا في الأستيديو اختصاصي النسائية والتوليد جهاد فراجة أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك دعنا نبدأ بالرجال يعني عادة البداية تكون من النساء في هذا الموضوع لكن خلينا نتحدث عن الرجال عن نسبة العقم لدى الرجال وفعليا أسباب العقم لديهم صحيح يعني معروف أو الشائع أن العقم عند المرأة أكثر ولكنه من ناحية العلمية الآن نشاهد أن العقم عند الرجال بنسبة 30% بينما عند النساء بين 15% إلى 20% يعني نسبة العقم عند الرجال تشكل 30% يعني تقريبا من كل 4 أو ممكن 3 رجال في واحد عنده عقم أول كب نفسر العقم يعني إذا الرجل متزوج أو زوجين متزوجين لمدة سنة كاملة ضمن علاقة طبيعية يعني الزوج متواجد مع الزوج بنفس البيت إذا ما صار حمل فهناك في عقم من مين؟ نبحث من الزوج ولا من الزوجة خلينا نبلش بالرجال الرجال بهمنا الحيوان المنوي عند الرجال بهمنا ثلاث عوامل رئيسية بالحيوان المنوي عدد الحيوانات المنوية سرعة الحيوانات المنوية وشكل الحيوان المنوي الحيوان المنوي يتكون من ثلاث أجزاء الرأس، الرقبة، الذيل الرأس هو من يلقح البويضة ولكن الذيل مهم جدا لأنه هو من يتحكم بالحركة حتى يستطيع الحيوان المنوي الوصول للبويضة والرقبة هي الموجه بنفس الوقت نعم الآن مشاهد أنه في نسبة عقم شديدة أو كثيرة عند الرجال من إيش يعني شو أسبابها؟ أولا التلوث البيئي بنلاحظ مثلا بيعملوا بالصناعات الكيميائية أو المتواجدين في مناطق الحروب بأيامنا الأخيرة بنلاحظ أنه نسبة التشوى في الحيوانات المنوية عندهم عالية جدا يعني بيجيني أنا مثلا إحنا على المركز عنا الآن بنلاحظ أنه العدد الطبيعي السرعة طبيعية يعني خلينا نرجع للعدد بالأول العدد لازم يكون على الأقل بالسيسي الواحد 20 مليون فما أكتر يعني بين 20 مليون ل 120 مليون السرعة لازم تكون فوق الـ 50% والشكل حسب الكريتارز يعني على أي نحن نحسب الشكل أما بمعدل لازم يكون عدد الحيوانات المنوية 30% من هذه الحيوانات المنوية شكلها طبيعي يعني أنه يكون الرأس الدل والرقبة طبيعية نعم إذا كان العدد أقل من 20 مليون مليون لن يتم حمل بالوضع الطبيعي إذا كان السرعة أقل من 50 لن يتم حمل بالشكل الطبيعي إذا كان الشكل أو نسبة التشوه أكتر من 70% بالحيوانات المنوية لن يتم حمل ترجع الأسباب عند الرجال زي ما حكينا التلوث البيئي اسلوب الغذاء التدخين الكحول الضغط النفسي والسترس كمان أحد العوامل المهمة والتي تؤدي على تأثير الحركة نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة نسبة التدخين وشرب الأرقيلة منتشر عنا بشكل واسع وهذا بأثر كثير وبيزيد نسبة العقم الضغوط النفسية مع التطور التكنولوجي أكثر سارت عند الرجال فزادت برضو من نسبة العقم بس دكتور يعني هذه الظروف البيئية فعلياً حتى النساء بتعرضوا لها سواء المواد الكيميائية الأغذية مناطق الحروب إيش السبب أن الرجل بتأثر أكثر من المرأة في هذا الموضوع؟ يعني الرجل دائماً وإحنا بمجتمعاتنا خصوصاً أو بكل مجتمعات هو المسؤول عن إدارة المنزل هو المسؤول عن المصروف مسؤول عن كل شيء وبيتحملوا عنده ضغوطات أكثر من هيك أماكن تواجد بالحروب الرجال متواجدين أكثر التماس آه التماس يعني بنلاحظ مثلاً اللي بيجو الآن من الأماكن اللي فيها حروب نسبة التشوى عندهم بالحيوانات المنوية عالية جداً المرأة شو ممكن يكون عندها؟ المرأة يعني اللي بنعرف اللي بلقح البويضة هو الحيوان المنوي بنلاحظ برضو الآن نسبة التكيس أو المبيض المتكيس عند النساء برضو بالمناطق اللي فيها حروب عالية جداً وفي المرحلة الأخيرة الأسلوب الغذائي أو التلوث البيئي برضو زاد من هاي النسبة يعني زمعاً كنا احنا أو حتى مكتوب بالكتب إنه عند النساء اللي عندهم تكيس 10% الآن نحن بنشوفها بنسبة 30% التكيس صحيح مش كلهم عقيمات يعني 30% عندهم تكيس بس من 30% هدول تقريباً 50% منهم بصير حالة عقب عدم إباضة وعدم إنجاب إلا بالطرق المساعدة نعم طيب خلينا نبقى بالرجال أسواب العقمة عندها خلينا نحكي عن العلاج يعني هلأ مثلاً إذا كان في تشوى بالعدد أو بالشكل وغير ذلك بالحيوان المنوي هل ممكن العلاج بالأدوية ولا لا؟ يعني هلأ أول شي خلينا نصرف إذا كانت السرعة هي المشكلة طبعاً في وقاياً مثلاً بدخن لا بدكش تدخن تاخد كحول ما بدك تاخد كحول أسلوب تغذية معين زائد بعض العلاجات والفيتامينات بنلاحظ أنه خلال فترة بين ثلاث شهور لست شهور بصير فيه تحسن وبصير ازدياد في السرعة ومرات فيه كمان ازدياد بالعدد بينما نسبة التشوه إذا كانت نسبة عالي جداً للأسف بنسميها irreversible يعني ما بتعود من جديد يعني ممكن يصير فيه تحسن طفيف ولكن ما بيساعدنا أنه ما نحتاج للوسائل المساعدة في العلاج يعني إذا أجانا رجل وعنده عقم اكتشفنا أنه العدد قليل طبعاً العدد مهم جداً يعني حكينا أقل شي لازم يكون 20 مليون يعني بيحكي لك 20 مليون ولا مش كتير طبعاً لأنه من كل مليون حيوان منوي بالعلاقة الطبيعية حيوان منوي وحيد يستطيع أنه يصل لحديد القناة فالوب يعني إذا كان فيه 20 مليون بأحسن الظروف فيه 20 حيوان منوي ممكن يصلوا للبويضة في قناة فالوب عشان هيك إذا كان العدد مثلاً بين 6 إلى 10 مليون يعني بين 10 إلى 20 مليون بنجرب الأول أنه اسلوب تغذية معين علاجات بنعاود أن أي تحليل الحيوان منوي بعد 3 شهور لـ 6 شهور إذا كان مثلاً الحيوان منوي وعدد الحيوانات منوية عند الرجل أقل من 10 مليون بين 6 إلى 10 مليون مباشرةً بنروح للتلقيح الصناعي لأنه بالطرق الطبيعية أو أنه نستنى نعطيه فيتامينات أو علاجات أنه يتحسن صعب جداً إذا كان العدد عندنا أقل من 6 مليون مباشرةً بنروح لأطفال الأنابيب لأنه كل التجارب العلمية أثبتت أنه بالطرق الطبيعية شبه مستحيل أنه يصير حمل نعم طيب خلينا ننتقل للنساء تحدثنا بدايةً عن أشكال العقم المتعارفة عليها عند النساء يعني أكتر شي عند النساء هلأ فيه عندنا بيهمنا عند المرأة حكينا عند الرجل الحيوان منوي عند المرأة أول شيء البويضة يتم تلقيها في قناة فالوب يهمنا أنه كل الأنابيب الأنابيب فالوب تكون مفتوحة عند المرأة وهذا تست بسيط يعني بصورة رحم ضليلية بنعرف أنه الأنابيب مفتوحة أو لا اثنين لازم تكون الهرمونات عند المرأة طبيعية يعني تكون تجيها دورة منتظمة كل شهر كل 28 يوم هرموناتها فيه أدة هرمونات رئيسية عند المرأة منها هرمونات الحليب هرمونات الغد الدرقية هرمونات الغد النخامية حتى أنه يصير نمو للبويضات وإبادة فالمرأة زي ما حكينا أنا بيفالوب لازم تكون مفتوحة اثنين الهرمونات عندها لازم تكون طبيعية الأهم من هذا أن يكون شكل المبايض طبيعي وحجمها طبيعي يعني مرات ممكن تكون هاي المبايض في دمور عدد نسميها الجريبات على المبيض قليل جدا هذا بيختلف من مرأة لمرأة يعني حجم المبيض لازم يكون عندنا على الأقل اثنين ونصف لست سانطة عدد الجريبات لازم يكون بين ثلاثة لخمسة على الأقل شو نقصد بالجريبات هاي الممكن أنه تنمو تتحول لبويضة ناضجة هادي أهم شيء عند المرأة نعم طبعا في أمراض كتيرة عند المرأة وممكن تؤدي إلى التصاقات وتسكير أنبيب يعني المرأة اللي عندها الأنبيب مسكرة أو مغلقة مباشرة بنروح لأطفال الأنبيب لأنه بالطرق الطبيعية مستحيل تحبل أو حسب نسبة الالتصاقات هاي ممكن بعملية تنظير نعمل لها ونفتح هاي الانسدادات بالأنبيب وتحبل بالطريق الطبيعية أما الآن اللي احنا بنواجهه أكتر شيء عند النساء يعني هاي نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز الخمسة إلى العشرة بالمية اللي عندهم الأنبيب مغلقة من النساء أكتر شيء اللي بنواجهه عند النساء وهذا بعود للظروف البيئية وللتلوث البيئي ولأسلوب التغذية إنه قربط الهرمونات وعدم الإباضة يعني هرمونات متذبذة بكتير عدم إباضة وبالنتيجة عدم حال شان هيك هدولة لا ما بنروح لهم مباشرة نحنا على أطفال أنا بيبارة تبقى الصناعي يعني ممكن بعض النساء بالأول بعلاجات بسيطة لمدة شهر شهرين بننظم لهم الهرمونات بعدين بعلاج محفز أو منشط للمبايض بنتابع هاي المريضة بنحدد لها فترة الإباضة وخلال فترة الإباضة بصير الحمل نعم بنلاحظ بعض السيدات واللي عندهم ككيوس أو بنسميها أكياش شوكولاتة كمان نفس الشي عند النساء إنه ما بصير إباضة عندهم دوز تكون هرموناتها طبيعية البويضة بتكبر تكبر تندج بس ما بصير إباضة وتتحول لكيس هذا بالشهر اللي بعده أو الشهرين اللي بعده وبرضو بصويلها خربطة خلال متابعة عند الطبيب ممكن لا إحنا كمان نعطيها بس بإبر إبر التفجير بنسميها نعطي هاي الإبر إلى المريضة لما تكون بويضة ناضجة بعد 36 ساعة بنضمن أنه نصير عندها إباضة وخلال علاقة طبيعية ممكن نصير حمل نعم طيب هاي الأكياس تحديدة إنه كتير شيعة مثل ما حكيت هي أكثر الأسلاب اللي بيمكن تأدي للعقم لدى النساء يعني النساء اللي بتعمل عمليات بخصوص هذا الموضوع يعني ممكن أنه تحمل طبيعي ولا لا لازم تلقيه حسب الأكياس شو هي يعني هلأ أكثر شيء من أسباب العقم التكييس التكييس غير أنه يكون كيس صحيح يعني مثلا في عنا ممكن يكون كيس وظيفي على المبيض هذا بيوصل حجمه حجم كبير كيس شوكولاتة بنسميه أو اندومتريوزيس هذا برضو ممكن يوصل حجمه كون حجمه كبير على الأغلب ممكن يعني بس حتى علميا إذا كان اندومتريوزيس يعني كيس شوكولاتة وصل لحديث أربع سانتي يجب استصاله كيس وظيفي بنتابعه بالأول بالعلاج لمدة شهر شهرين بنحاول أنه ندوبه بالعلاج إذا ما راح بالعلاج وكان حجمه أكبر من خمسة سانتي ممكن ناخده في عنا كياش جنينية بنسميها يعني هذا بتلقي بيكبر لما بنستقصله بنلاقي جواء أضافر وشعار يعني هذا من الطفولة كان ولكن كان صغير وكبر بالمستقبل وهذا برضو بيمنع بيسوي عقوب هدول يجب استصالهم بالأول ومنتم الذهاب بالطرق المساعدة يعني إما زي ما حكيت بالأول محرضات ومتابعة وعلاقة طبيعية أو زي ما حكيت في مراحل تاني إنه ممكن تلقيه صناعي آخر مرحلة عندنا عطوة على النبيب بس الشاع أكتر الآن وبنلاقيه عند النساء أو عند البنات خاصة بحوض البحر الأبيض المتوسط اللي هو التكيّس التكيّس مختلف عن الكيس يعني شو بنقصد بالتكيّس إنه المبيض بيكون حجمه أكبر يعني العادي هو بوضوي بشكل البيضة المبيض هنا بيكون عندهم طولي أكبر عدد الجريبات أكتر بكتير يعني بنلاقي مثلا على المبيض الواحد فوق العشر جريبات مرات بوصل 20 إلى 25 عشان هيك أنا بنصنفه درجات مثلا أولى ثانية حتى بتوصل إنه يكون متلازمة التكيّس على المبيض هون هذا بسوي خربطة عالية جدا بالهرمونات ارتفاع بهرمون الذكورة ارتفاع بهرمون الحليب عدم إبادة إطلاقا نعم خربطة بالدورة كتير هذا بيتطلب علاج كتير وبالعادة بنلاحظ إنه هدول البنات بياخدوا وزن كتير خصوصا الوزن أو تكدس الدهون بيكون بمنطقة البطن والأرداف نفسهم تطلب حلو كتير عندهم خربطة بالمتابوليزم تاع السكر عشان هيك هدولة من أول ما نكتشف إنه عندهم لأنه جزء ما تعرف بالأول إنه عندها تكيّس على المبايض يعني جزء كبير منهم لما بيجينا على المعاينة بالأولترا ساوند بيكتشف إنه عندها تكيّس يعني إذا كانت نحيفة لأنه التكيّس أصلا الآن اللي إحنا توصلنا إليه أخيرا علميا اللي فيه له عامل وراثي إنه شكل المبيض هيك ولكن ممكن يضلوا زي هيك وما يتحول لمرضي وممكن يتحول لمتلازم التكيّس مبايض وصير عقم شديد يعني فيه ناس كتير اللي عندهم متلازم التكيّس نضطر إنه إحنا ما بتنجب هاي السيدة إلا بأطفال الأنابيب يعني بالمراحل الأولى لما تكون صبية وصغيرة ونحيفة وبتلعب الرياضة وبتمشي كتير والمتابوليزم عندها والحيوية حالية هي عندها تكيّس بس بتظلوا الهرمونات منتظمين الدورة عندها منتظمة في عندها إبادة بس بعد فترة لما بتسمن شوي تبلش تاكل حلو شوكولات كتير تكدس الدهون على البطن تتخربط عندها متابوليزم السكر بتتخربط الهرمونات ببطل فيه إبادة هذا هو التكيّس العلمة بعض عشان هيك هذا المفروض نكون دقيقين فيه يعني أنا بنصح السيدات خصوصاً البنات يعني اللي بسن 16 18 سنة لسن اسم الزوجة بلشت مباشرة تشعر بخربطة بالدورة عندها لأنه اعتباراً من سن 16 لازم تيجي الدورة منتظمة صحيح كل شهر عدم انتظام الدورة يعني عدم انتظام إبادة يعني إنه ما في إبادة عشان هيك ما بتيجيها الدورة لا بتقول لك أنا أجتني الدورة من شهرين كأنه الوضع طبيعي يعني كل شهرين كل ثلاثة شهر لا هذا بيش وضع طبيعي إطلاقاً لازم تراجع الطبيب التكيّس على المبايد بالألترا ساوند وبيّن وزي ما حكيت بالمراحل الأولى يعني حكينا الآن 30% من البنات أو من النساء عندهم تكيّس على المبايد بس من 30% هدولة نصهم 50% ما في عندهم أعراض ممكن تنجب لأنها ظلت نحيفة وما تطور عندها التكيّس بينما هدولة الجزء الثاني اللي تطور عندهم وصار في عدد الجريبات أعلى بكتير الهرمونات تخربطت هرمون الذكورة زادت نسبة الشعر بالجسم زادت هدولة علاجهم بيصير أصعب بكتير نعم طيب خلينا دكتور نتحدث عن دور الغذاء تحديداً للمرأة يعني عادة كنا نسمع من الجدات والأمهات أنه الاهتمام بغذاء الفتاة بمجرد بلوغها بيهيئها لزواج وصحة إنجابية هل هذا فعلياً من الناحية الطبية صحيح؟ شو طبيعة الأغذية اللي ممكن تساعد في علاج أسباب عدم الإنجاب للمرأة؟ يعني السكريات والنشويات احنا دائماً ننصح نبعد عنهم يعني مش بإيدهم أنا بحكي البنات اللي يكون عندهم تكيّس نفسها بتطلب حلو لأنه متابلز من السكر بلاشي خربط عندها يعني الإنسولين بيفرز كتير بتحس أن السكر تباحها نزل بتاكل إنس يعني تدخل في حلقة مفرغة بتظلها دائماً نفسها تطلب حلو بتزيد الدهون الدهون بتخربط الهرمونات عشان هيك احنا بننصح دائماً الرياضة اتنين النشويات الكربونهيدرات إنه ينبعد عنها يعني بدل الوضع الطبيعي الإنسان العادي بياخد ممكن 55 من الكربونهيدرات 35 من البروتين و10 بالمية من الدهون احنا بننصحهم إنه يسوي العكس يعني إنها تحاول تاخد 55 إلى 60 بي من البروتينات وتنزل كمية الكربونهيدرات لـ 30 إلى 35 بالمية وتكون دائماً مش من السكريات المشبعة يعني آه نفسك طلب حلو كل شي ناتورال يعني كل شو بنحكي عنه مش مش جاف مش مش جاف تمر عرفت كيف متروح تيكلي شوكولاتة يعني لأنه الكالوري تباحها عالي والسكر هذا المشبع راح يضرها أكتر نعم طيب دكتور إذا حكينا مرة تاني عن العلاج إن كان عن تلقيح الصناعي أو حتى عن طفلاء النبي بشوية العوامل المتساعدة فعلياً بنرجح يعني هاي العملية يعني زي ما حكيت حجم المبيض عندنا مهم جداً نعم اثنين الوزن يعني أو كتلة الجسم عند المرأة مهمة جداً يعني هون لما نبلش بالطرق المساعدة خصوصاً بالطلقيح الصناعي أو بأطفال الأنابيب بنعتمد على المرأة أكتر من الرجل يعني مثلاً بأطفال الأنابيب احنا كل بويضة بنحصل عليها من المرأة بنسحبها لبرها للمخبر بنحتاج لحيوان منوي واحد من الرجل يكون سليم يعني إذا الرجل عنده 2 مليون فلاحظي أنت بناخد من المرأة 10 بويضات احنا بنحتاج منه 10 بويضات فالرجل هون صار دوره ثانوي مش رئيسي زي المرأة عشان هيك المرأة اللي بننسوي لها تلقيح صناعي أو أطفال الأنابيب بهمنا كتلة الجسم تبعها كل ما زادت كتلة الجسم أو نسبة الدهون نحتاج لكمية محرضات أو علاج أكتر حتى نقدر نحصل منها على بويضات أكتر حجم المبيض عندنا مهم يعني زي ما حكيت بالأول يعني مثلاً للصدفة أو شو بنا نحكي رب ضارة النافعة اللي عندهم تكيّس أصلاً احنا اكتشفنا لكل بنت أول ما تنولد أو كل امرأة بيكون في مخزون مبايد عندها على المبايد بين 300 إلى 400 ألف بويضة هدول بيضلوا من أول سن البلوغ لحد دي سن اليأس ويستنفذوا بينما اللي بيكون عندها تكيّس اكتشف أنه مخزون البويضات هاي أعلى بكتير بين 800 إلى مليون بويضة عرفت كيف؟ عشان هيك بنلاحظ مثلاً اللي بيكون عندهم تكيّس على المبايض ذاتاً عندهم حجم المبيض أكبر عندهم عدد جريبات أكتر بجرعات قليلة من العلاج أو المحرضات بنحصل منهم على عدد بويضات أكبر بكتير نعم عشان هيك مثلاً حجم المبايض عندنا مهم جداً كتلة الجسم والوزن مهم جداً وعدد الجريبات اللي بتكون على المبايض عندنا مهم جداً في الطرق المساعدة يعني اللي عندها عدد جريبات أكتر لما بنعطيها كمية علاج أقل ممكن نحصل منها على بويضات أكتر بينما العكس نفس الشي بصير إذا عدد البويضات أو عدد الجريبات قليلة دايب نعطيها علاجات كتير ممكن ما نحصل منها على بويضات نعم طيب دكتور خلينا نحكي عن بعض الحالات اللي ربما يمكن تفسيرها الطبي مش كتير واضح أحياناً منلاقي أنه ما في مشاكل واضحة طبية عند الرجل وعند المرأة لكن أيضاً لا يحدث الإنجاب ويكون بمثابة عقم لو تخبرنا شوي عن تفسير هذه الخلافة طيب لا تكبر عقم يعني الآن حتى له اسم علمي بالكتب نحكي له يعني لا يمكن إضاحه يعني من يجي نطلع على تحليل الحيوان المنوية على الرجل تماماً سليم العدد كويس السرعة كويس الشكل كويس المرأة قنوات فالوب مفتوحة الهرمونات الطبيعية المبايد الطبيعية ما في سبب علمي ليه ما بصير حمل وفي ناس بيضلوا خمس سنين وعشر سنين زي هيك وبنضطر نسوي لهم أطفال أنابيب وبيحبلوا بأطفال أنابيب أو في أطروحة ديهية صحيحة ولا لا إنه ما فيها التناسق الروحي أو كذا صح مرات إذا صار طلاق وزواج ثاني يحدث الإنجاب يعني هذه أطروحة غير متبة علمياً يعني إنه لا ما فيها التوافق الروحي ما بينهم ما فيها الإنسجاب ما بصير بس في عنا حالات كتير ومركزنا فعلاً لا يمكن إضاحه يعني عقم شو حكينا إحنا بتفسير العقم إذا سنكامل من الزوجين وما صار حمل معناته في عقم شو السبب هدول لأ بيضلوا ممكن ثلث سنين خمس سنين وما في سبب رئيسي وما بتم حمل وفي ناس كتير منهم بنضطر ونسوي لهم أطفال أنابيب وبيحملوا إلا بطريقة أطفال أنابيب يعني يعني نسبة هاي الحالات الغير واضحة كتير لا قليلاً مو كتير مو كتير يعني الآن لما بنحكي نسبة العقم بين 15% لـ 20% بالمجمل العام في كل مجتمع هدولة يمكن أقل من 1% من العقيمين نعم طيب دكتور أخيراً يعني عودة شوية للبداية لما ذكرنا أنه الأسباب متعلقة بكل هذه الظروف البيئية والحياتية اللي إحنا عم نعيشها وهناك بعض الدراسات التي تتحدث عن خطر فعلياً بمسألة الإنجاب والخصوبة وما إلى ذلك مستقبلاً هل هذا من الناحية الطبية صحيح؟ خطر يعني الأدوية اللي بنعطيها بالعلاج لا الخطر من ناحية أنه الجنس البشري فعلاً مهدد بأنه يوصل لمرحلة يعني تقل فيها نسبة الإنجاب هل هذا من الناحية العلمية صحيح مقارنة بطبيعة الحالات؟ يعني هذا يقاس بأي ناحية يقاس بازدياد نسبة العقم بالفترة الأخيرة يعني بدل ما تقل نسبة العقم عنا كل مالها عمالها بالزيد بس طبعاً إحنا بنعذوها لإيه؟ الآن كل الأغذية المتغدىها معظمها مهرمة السترس أو الضغوط النفسية خصاً بمجتمعات المدنية زادت أضعاف سواء على النساء أو على الرجال هاي كلها مؤثرات سلبية عشان هيك بتزداد عداد العقم في كل المجتمعات مش بس في المجتمع التركي أو في المجتمع العربي أنه ممكن تزداد طبعاً 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 نهاية شو نعمل يعني مع كل هالوضع شو نعمل لنا؟ يعني شو بنا نعمل طبعاً ما بكتر أحكي شيء محدد لا 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 كلايف ستايل صحي يعني في الحياة يساعد فعلياً بالخصوبة والإنجاب بالضبط يعني دائماً نحن بننصح بالرياضة يعني بنحكي على الأقل بين خمسة ألاف لعشرة ألاف متر بالأسبوع أي واحد مننا بنفذ هذا الحكي على ما تستفهام عالية يعني الرياضة طبيعة غذاء صحي قد وقد نقدر نبعد عن الضغوط النفسية والسترس طبعاً بيكون ممتاز جداً نعم بس للأسف يعني مش بأيدين الناس يعني يعني هلا اللي بلده حرب وجاي وصار له أربع خمس سنين ما بده بده يتعالج وفي عنده عقم لا ما فيك تحكي له والله ما لازم يكون عنك ضغوط نفسية ولازم تكون مرتاح أنت يعني صعب ولكن منحاول قدر الإمكان يعني شكراً كثيراً لأولاك ولوجودك معنا وكلها المعلومات القيمة خصوصي النسائية والتوليد جهات فراجة نعم أصدقائنا مستمرين معكم لكن فاصل قصير ولا نعوده فابقوا معنا اشتركوا في القناة